نادر الشوئي بقى معلش ان لازم اقول تفضل ولا انت عندك حاجة على عرضها في موضوع كابتن نادر الشوئي لا كابتن نادر الشوئي تلعب بارح قال انه هو فضل علاقة التعقدية ومش بيمثل كابتن احمد فاتحي وكان محترف جدا في الكلام وهو مع كابتن شوبير انا مش مزعلني انه راح بيراميد انا مش مزعلني انه خد القرار ده قال ايه اللي مزعلك يا نادر قال لي انه ما قال ليش كلمة دي مهمة جدا 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 لانه كابتن نادر طلع لما انا اتكلمت خبطني كلمتين في السكة كده وقال لك اصلي كابتن عادل ما اعرفش تفاصيل الملف ده الملف ده ويبدو انه هو نفسه ما كانش يعرفه امم امش يبدو بس هو بس انا عايز اكمل للحطة دي اللي ازا كنت عايز تعلقه كان لا 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 تفضل انا هكمل كابتن نادر طلع قال ده احنا ابني اللي بنقلب الطربيزة فانت جيت قلبة الطربيزة علي وعلى الاتفاق ده احنا اللي احنا اللي متعودين نعمل كده اللي بقلب الطربيزة اللاعد عالنادي انت قلبة بتاع المراضي علي بصوا من الاخر كده الليلة دي بالذات يبعد بقى عن الكابتن احمد فتحه وخراره خلاف وكلاء خلاف وكلاء طبعا الوكيل هنا الكابتن نادر شاوي والوكيل الاخر اللي ممكن يكون قاد احمد فتحي البرامد طيب هو قال لك انا احمد فتحي بتواصل بشكل مباشر من خلال مين منذو عيدا للوصفاتين هو كان وكيله السابق اللي احمد اللي نادر شاوي خده منه من حوالي سنة فاستردوا منه مش استردوا وبعدين هو صاحب منصب تنفيذي المدير التنفيذي لنادي بيرامد ماليش دعوا علاقته ببيرامد اممكن هو متفع على كده انا راجل وكيل لعيبة ودي شغلتي فقال له طب يعني مؤكدت قال له كده طب اللعيب اللي هتجيبه وحيبقى لك فيه نصيب هو عشان كده بيروح يجيب لعيبة كبيرة محترفة تعمل دوي كابتن اكرامي شريف اكرامي اه كابتن شريف اكرامي دلوقتي الكابتن احمد فاتحي مش عارفين هو ايه اللي في دماغه قبل كده لكن الكابتن نادر انه لما يت اكتر من مرة يطلع ويقول لك أسل انتم معتقوش التفاصيل ماشي أسل ما يصحش يتقال كده ماشي حنستنى معنى انا موضش اكتر من كده ما تطولوش ما تستهلكوناش علشان خلي الموضوع كلمة نص انا بشيل هم الفترات اللي يبقى فيها غموض ويدي فرصة للكلام